اللي الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمها سنتمنى الحبابي يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم معنا واحد وصفة غادي إن شاء الله تتفدوا منها بزاف الناس اللي عندهم مشاكل في البيت الناس اللي عندهم صداع الناس اللي ما سيبغوش يبخروا الناس اللي تبغيوا يديروا طاقة إيجابية بدون تبخير الناس اللي تبغوا فوسخوا ولكن بدون تبخير إذن لدينا اليوم وصفة خطيرة من الوصفات المغربية عشوب مغربية إضافة مع البن القهوة إما تكون مطحونة أو تكون حبوب إذن لدينا واحد طاقة اللي غادي نحيدوا بها طاقة سلبية خاصنا نعرفوا علش غادي نديروا هاد هاد تبخيرا بدون بخور بخور اللي كينين بزاف الناس ما تبغوش يبخروا أو البنت تتكون بوحدها في مكان تتكون في مكان ما خصاش تبخر ببخور بالفحم إذن هاد الوصفات بنها علاقة بالناس اللي حطوا لنا تعليقات بغاو وصفات بدون تبخير ولكن عدنا واحد طاقة اللي غادي نديروها ولكن من غادي نساليو غادي نستفدوا منها في طاقة أخرى إذن وصفة غادي تحيدوا بها النحس وتحيدوا بها التوابع وتحيدوا بها الموانع الناس اللي عندهم الموانع المانع هو أنك تتمنعي من الحويج اللي تكونو خاصك ديرهم ولكن عندك دائما المنع دائما عندك هادك طاقة ديال المنع شنو السبب واش عندك حسد قوي هو اللي سد لك البيبان أو عندك الموانع من الحسد اللي عنده طاقة ديال الاختناق عندك توقف الحال بسبب الحسد ولكن إم تتوقف لك الحال؟ من تيتراكم من تيتراكم هادك الحسد تيولي عندك كثير تيولي عندك عقد ولكن ما بخرتي ما عمتي ما قريتي القرآن ما حيتيش ديالك الطاقة لمجموعة عندك في الجسد ديالك ودارت لك عقد إذن الحسد يقدر يؤثر لك ويقول لك عارض ويقول لك مس إذن الناس اللي عندهم العين حتى العين تهيى تتوقف الحال وتدير سحر التمريض سحر تيكون عندك بحال التمريض ولكن أنت غير مريضة أنت عندك العين الحارة العين الكحلى العين اللي ما شافتكش بعين الرحمة العين اللي ما سمتش على الله وقالت بسم الله الرحمن الرحيم قاصدة أنها تضرك إذن الناس اللي قاصدين يضروك رتيقولوا شوفوا كي ولات شوفوا كي تزاد عليها الحال ولات غادي الطير تيقولوا بحال هاد الأقوال باش أنهم يصيبوك بالعين شوفوا كي ولات ولات مجهدة ولات إذن تيديروا أقوال باش يصيبوك بالعين إذن نتابهوا دائماً من خرج من البيت دائماً نحصن البيت نحصن راسي في البيت قبل ما نخرج من باب العتبة على نية أنني بغيت نحصل على واحد طاقة ربانية اللي غادي تحصلني ولو تكون عين حاقدة حاسدة تعطيني هذه القرايا تعطيني طاقة إيجابية ودري لي واحد ستار واحد الحجاب بيني وبين هذه الطاقة اللي جياني تتضرب فيك وتترجع الملاهة إذن حاولوا أنكم تديروا الوصفات ديال القرآن الكريم رازوينين وتحيدوا الطاقة السلبية ولكن انت مع الله ما تسخيويش في أي أمر سبحان الله إذا كان عندك السحر المرشوش غادي نستعملوا هاد الوصفة لأنها رائعة وأكتر من رائعة غير ديروها وغادي تحسوا بالفرق إذا الناس اللي عندهم الموانع المانع من العين أو الحسد أو السحر التمريد السحر التمريد هو اللي تديروه بطلاصم وبإسمك وبإسم الأم ديالك تديرو لك سحر التمريد سحر التمريد تديروه الناس اللي ما تيخافوش الله والناس اللي تيصحبوه أن الله سبحانه وتعالى غافل علاهم ولكن يمهل ولا يهمل أي ظالم له يوم أي ظالم غادي ربي ياخد الجزاء دياله وغادي سبحان الله يأتيه بشر أعماله إذن إحنا مع الله ما تخافيش ولكن لخيب تخافي منه إذن صليوا كاملين على سيد الخلق وخليوا هنا التعليقات باش إحنا إن شاء الله نحط لكم وصفات من وصفات شافية المغربية طاقة إيمانية طاقة ربانية طاقة لفاقة والله تعالى من غير هالطاقة ما كيناش أنا مثلا اعتمش في حياتي غير على الطاقة الربانية طاقة الله سبحانه وتعالى والدعاء ديروا باب الرجاء الدعاء دائما دعاء دائما قرأوا صور الدحاء صور الليل إنهم رائعين في التسخير صور سياسين إذن عندنا هاد البخور اللي غادين ديروه بدون تبخير البخور غادين ناخدوه البن البن عندما البن إما يكون مطحون هوا مطحون ولا حبوب عندنا أوراق الصدر الزعتر القزبر الخزامة الحنة الورد شجرة سمريم شجرة سمريم غادي تمشوا عند العطار ويجمع لكم قاعد شيء عشر دراهم البابونج القهوة مطحونة الحلبة الملحة الحية الملحة السخرية مطحونة عندنا الشب عندنا السنوج خدوا ورقة وقناة وكتبوا هذه المكونات لأنهم غادي ديروا بهم واحد وصفة من أخطر من أخطر الوصفات لتطهير البيت تطهير الجسد تطهير الولد المعطل على العمل تطهير البنت الموقفل لها تطهير أي حاجة هذه العشوب كل واحدة غادي تكمل نفسها لأنهم مدروسين لأنه تعطيه الورقة اللي كتبتي فيها هذه العشوب بتقول ليه جمع لي هذا العشوب غادي يجمع لك بعشر دراهم كل شيء هاد شيء إذن حتى البون عنده مطحون أو غير مطحون غادي يدير لك شوية مع هذه البخور إذن عندنا البون مطحون عندنا الحلبة عندنا إذا بغيتوا تديروا حبوب عندنا أوراق الصدر عندنا الزعتر عندنا القزبر عندنا الخزامة عندنا الحنى أوراق عندنا الورد أنتم الورد هو هذا الورد وعندنا البابونج عندنا القهوة قهوة مطحونة عندنا شجرة مريم مزيانا للتصدع مزيانا للناس اللي عندهم المشاكل الناس اللي عندهم توقيف الحال الناس اللي بغيين أنهم يفتحوا ببانهم ويكونوا إيجابيين بإذن الله لواحد القهار. إذن إلا عندي أولاد ندير صور ديالهم هنا. لأنك غادي تديري الكوكوت. الكوكوت. إحنا نقول لها الكوكوت. أما الكوكوت. إذن الكوكوت هتوضعي فيها غادي توضعي فيها كل شيء هاتشي. غادي تديري اطره أو جوج اطره دي الماء. وغادي تتبخي كل شيء تسدي الكوكوت. تسديها مزيان. غادي تسدي الكوكوت مزيان. وتديري الصفارة. تديري هذي اللي غادي تحبس لك النفس. وتخليها مدة عشر دقائق حتى تجمع النفس. أول حاجة عندك الولد اللي معطل عمل. غادي تلبسيه عباية. وتقول لي له تحيد الملابس الداخلية. حل العقد. وغادي تحلي الصفارة تحت من الجسد دياله. تحت من الجسد دياله. أما البنت المعطلة عن الزواج أو العمل أو عند العين أو عند الحسد أو عندها توقف الحال. غادي تحيد الملابس ديالها وتلبس عباية ديال الأم ديالها. إلا ما عنداش الأم ديالها تلبس عباية ديالها أو بيجاما اللي تتنام فيها. وغادي تتبخر فوق الكوكوت. كوكوت غادي تحاولي أنك آآ تحليها تحت منك. المهم غادي تديريها لولادك كاملين. آآ الناس كين اللي ما ولدكش ما حاضرش غادي تحطي هاد الصورة في الكوكوت داخل الكوكوت بحالة كأنه تبطل معاكم. إذاً غادي تكملي الأبناء ديالكم. غادي تديري الراسك. غادي تديري الزوج ديالك. ومن بعد غادي تديري آخر مطاف هي آآ العتبة. غادي تبخي تبخيها جيدا حتى تجمع النفس. وغادي تحليها في آآ باب العتبة من الداخل. وغادي تمشي البيوت. باب البيت. باب الغرفة. كل غرفة. دخلي. دخلي وتخرجي. دخلي وتخرجي. ثلاثة مرات. وانتي تتجمعي. هذيك الكوكوت تتحط ترضيها فوق البوطة. ومن بعد جمع النفس. وتبقى يتبخري البيوت كاملين. والمطبخ. حتى المراحل. لان غير مقرعة لها. لانك غادي تديريها صباحا او مساءا. او لولاد المين يكونوا مجموعين. او ولداتك من يكونوا مجموعين. تحاول يتبخريهم بهذا الماء. بهذا الماء اللي غادي يخرج من هذي البخور اللي غادي يخرج من الكوكوت. الكوكوت غا جمعي كوكوت جمعي النفس مزيان. وخليها تخرج هذيك البخور يخرج على الشخص المعين اللي بغيتيه يتبخر بهذا الطاقة. اذا احبابي هذي الوصفة من اخطر الوصفات. هذي الماء من غادي تسالي وتبخري ولداتك هذي الماء اللي غادي يشط من التبخير. غادي تحاول انك اه تجفي به البيت. وترشي الزوايا. وترشي اي مكان عندك مفيش زرابي. حتى المراحض ترشيهم بهذا الماء اللي بقى من التبخير. غادي تدريها ثلاث ايام. كل يوم غادي تجد الطاقة. هاد هاد الملحة وهاد شي هتلوحيهم. تلوحيهم اما خارج البيت. اما تلوحيهم في اه اي مكان تتلوحي فيه حشكم القمامة. اذا وهاد الطاقات عوديها ثلاث ايام اللي كان عندك تعسير في المال. تعسير في الزواج. تعسير في كل الامور. عندك طاقة سلبية في البيت. عندك الصداع والمشاكيل. عندك قلة الرزق. عندك ديون. عندك مبرزة مع راس قديمة مريضة. غادي تدري هاد طاقة هاد طاقة من اخطر الطاقات العشوب. اه الصورة ديل الشخص اللي اه الشخص اللي بغيتي يغيب عليك وبغيتي انه يتفسخ لي هاد شي. غادي اتحيدي الصورة تقلبها الى الى فيه. تمسحات ما تعودهاش تمسحات ما تمسحاتش غادي ترضيها مرة اخرى. النفس طاقة نفس كل شي تجيبي العشوب تاخدي ديل ثلاث ايام وتدري هاد الوصفة الرائعة باش تبطلي القديم الجديد وتحاولي انك تكوني ايجابية مع ولادك وتحيدي عليك النحس وتحيدي عليك التوابع. اذا تنتمنى لكم حد سعيد. تنتمنى ربي عنكم. حاولوا تدعمونا وتخليوا لايك. وعلش ما تتخليوش لايك. لاننا محتاجينهم. لان الفيديو يشوفوه اكبر عدد. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته